اللهم يربى شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترفت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآله محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين السلام عليكم عزانا المشاهدين مشاهدي قناتي فدك وصوت العترك عليهم السلام وعبر البث المباشر على اليوتيوب نرحب بكم في هذه الجلسة العاشرة من الليالي الرمضانية مع الشيخ الحبيب وفي بداية هذه الجلسة نتقدم باسمكم جميعا إلى ساحة القداسة الإمام المهدي صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف بأصدق التعازي وأحرها بمناسبة وفاة جدته الكبرى السيدة خديجة بنت خويلة صلوات الله عليها نرحب بكم مرة أخرى ونرحب بالسادة الحضور في أرض فدك الصغرة كما نرحب بسماحة الشيخ الحبيب السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نستمع سوية إن شاء الله تعالى إلى الورقة البحثية لسماحة الشيخ الحبيب بل التي تحمل عنوان رقة خديجة أو رقة خديجة عليها السلام ورعونة عائشة عليها اللعنة فضلوا شيخنا شكرا لكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله وعلى خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآلي محمد وعشه فرجهم والعال أعداهم ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين نتقدم بأدب وخضوع لمولانا وسيدنا وولي أمرنا الإمام المهدي الموعود صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف بأصدق التعازي وأحرها بمناسبة ذكر وفات جدته الكبرى سيدتنا أم المؤمنين خديجة الغراء صلوات الله وسلامه عليها هذه المناسبة كما يعلم القاصي والداني كانت مدعاة لحزن عميق من رسول الله صلوات الله عليه وعليه حتى أنه قد سمى العام الذي توفيت فيه خديجته وتوفي فيه أبو طالب عليهما السلام بعام الحزن فالمؤمنون في هذه الليلة يحزنون لحزنه صلى الله عليه وعليه كيف لا وهم يستذكرون مآثر هذه السيدة العظيمة التي لا مثيل لها في أمهات المؤمنين وأزواج رسول الله صلى الله عليه وعليه بل لا مثيل لها من أزواج جميع الأنبياء فإن الحديث الشريف الذي يذكر أن سيدات نساء العالمين أربع ليس من هؤلاء أو فيهن زوجة نبي إلا هذه خديجة عليها السلام إنهن أربع مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلوات الله عليه وعليه صل على محمد وعليه محمد وعجل ورجعه والعالم عداهم ليس من بينهن زوجة نبي إلا خديجة عليها السلام وبهذا نقول إنه في أزواج الأنبياء جميعا لم تفضل إمرأة على خديجة كانت صلوات الله عليها نعم السند لرسول الله صلى الله عليه وآله في مقتبل دعوته في تلك الأيام التي عاد رجال قريش ونساؤها رسول الله صلى الله عليه وآله وكذبوه وحاربوه في تلك الأيام حيث لا معين ولا ناصر لنبي الله كانت خديجة عليها السلام نعم المعين ونعم الناصر تلك كانت كما نعلم المرحلة الأصعب على رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا طبيعي فكل حركة إصلاحية تكون أصعب مراحلها هي مرحلة التأسيس مرحلة المقدمات ونحن كما نعلم أن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله كان كان قد اكتتم دعوته في السني الأولى في الأعوام الأولى ثم بعد ذلك جاهر بها يوم أمره الله عز وجل بذلك في تفسير العياش رواية عن إمامنا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال فيها اكتتم رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة سنين ليس يظهر وعلي معه وخديجة عليهما وآله السلام لم يكن أحد مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلا هذان ثم أمره الله أن يصدع بما يؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون هذه لاحظوها أيضا تقدم منا في الجلسات الماضية أن من آيات صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله أن الكتاب الذي أنزل عليه ما تنبأ بشيء إلا وقع خاصة في هذه النقطة الحساسة فكل ما أوعدهم بشيء وقال ستعلمون ستعرفون تحقق في وقت كانت جماعة الإسلام فيه على أضعف ما تكون كما في هذا الوقت من هم المسلمون ثلاثة رسول الله صلى الله عليه وآله علي وخديجة عليهما السلام أبو طالب عليه السلام كان قد توفي صلوات الله عليه ولم يكن بعد متظاهرا أو متجاهرا بالإسلام كان يكتم إيمانه كذلك فالجماعة الإسلامية الأمة الإسلامية كلها كانت تتكون من ثلاثة أفراد فقط ومع ذلك ينزل القرآن الحكيم على رسول الله متحدثا بلهجة الواثق أن المستقبل سيكون في كسر شوكة قريش وما والاها وإعزاز رسول الله صلى الله عليه وآله فتنقلب الموازين كلية والغالب يصبح مغلوبا والمغلوب يصبح غالبا فاصدع فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفينا كالمستهزئين منتهى الوثوق سنكفيك أمرهم وقد كفي صلى الله عليه وآله الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون فسوف يعلمون صبروا تشوفون راح يعلمون ما الذي يجري الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتي كاليقين بماذا كان يضيق صدره الشريف بأبي هو وأمي بتكذيبهم بجحودهم كما تحدثنا به هذه الرواية التي ترسم لنا صورة دقيقة عن كآبة تلك المرحلة كآبة تلك الأجواء يقول الإمام الصادق عليه السلام اكتتم رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة سنين ليس يظهر وعلي معه وخديجة عليهما السلام ثم أمره الله أن يصدع بما يؤمر فظهر رسول الله صلى الله عليه وآله فجعل يعرض نفسه على قبائل العرب فإذا أتاهم قالوا قالوا كذاب امضي عنه أي ضيق صدر ينتاب رسول الله صلى الله عليه وآله جراء ذلك يأتيهم بدعوة الهدى والخير تدري شنو يعني قولوا نعوذ بالله إذا ترجمها بالمحكية يعني دول يروح كذاب امضي عنه أينما ذهب كان يسمع هذه الكلمة كانوا يطردونه صلى الله عليه وآله يهزأون به يسخرون به إنا كفيناك المستهزئين في هذه الأجواء حيث لا أحد يقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تشخص خديجة عليها السلام كملاذ لرسول الله صلى الله عليه وآله كانت تمنحه من رقتها ما يخفف عنه ويفرج عنه كان صدره الشريف يمتلئ جراء هذا التكذيب والجحود والعداء والسباب والشتائم والهجاء أينما ذهب يشتمونه فيقولون عنه عياذا بالله أنه كذاب يطردونه كان يعود إلى خديجة عليها السلام فتحنوا عليه وتفرج عنه همومة إحدى تلك القضايا اللافتة كانت في بدو الوحي بدء النبوة يقول بن عباس كما في تفسير البرهان للبحراني أن النبي صلى الله عليه وآله في بدء النبوة غشي عليه من ثقل النبوة من وحي الله عز وجل من كلام جبرائيل عليه السلام فحمله مشركو قريش إلى خديجة شاله وقالوا يا خديجة تزوجت بمجنون عياذا بالله لأنهم فسروا هذه الظاهرة إذ يغشى على النبي صلى الله عليه وآله من أثر الوحي فسروا ذلك بأنه ضرب من ضروب الجنون لاحظوا الرواية ماذا تقول تقول فوثبت خديجة من السرير وضمته إلى صدرها ووضعت رأسه في حجرها وقبلت بين عينيه وقالت تزوجت نبيا مرسلا أنت تقولون عنا مجنون تقولون لي تزوجت بمجنون جوابي لكم بل تزوجت نبيا مرسلا آية في الرقة كانت صلوات الله عليها فلما أفاق بعدما أخذته وضمته إلى صدرها ووضعت رأسه في حجرها وقبلت بين عينيه وقالت تزوجت نبيا مرسلا أفاق رسول الله صلى الله عليه وآله أفاق من قبلة خديجة عليها السلام فبادرته قائلة بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما الذي أصابك قال ما أصابني غير الخير إلى أن تقول الرواية فخرج صلى الله عليه وآله وإذا هو بجبرئيل عليه السلام في أحسن صورة وأطيب رائحة فقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك أنت رسولي إلى الثقلين فادعهم إلى عبادتي وأن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله 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 صلى على محمد وعلي محمد وعجل ورجعه ونعان أعدا هذه هي نعم من اليوم الأول للدعوة الإسلامية كانت كانت ركائز الإسلام الله محمد علي لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله عليهما وآلهما الصلاة والسلام لم يكن علي مجهولا ولا متأخرا أو مؤخرا كان مقرونا مع محمد صلى الله عليه وآله من اليوم الأول إلى اليوم الأخير وأنذر عشيرتك الأقربين من ذلك اليوم قرن النبي صلى الله عليه وآله بنبوته ولاية علي عليه السلام تنفيذا لأمر الله عز وجل أمر الله للثقلين عبر رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله أن اعبدوا الله وقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله اللي ما عند علي ولي الله ما عبد الله مثل الذي ليس عنده محمد رسول الله الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فهنالك أقوام آخرون كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم لا يشهدون بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله هؤلاء ما عبدوا الله التوحيد لا يتم الإقرار به إلا بالإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وآله ونبوة محمد لا يتم الإقرار بها إلا بولاية علي صلى الله عليه فويح هؤلاء ويحهم ثم ويحهم ثم ويحهم الذين يجردون الأذانة والإقامة من ذكر ولاية علي بن أبي طالب عليهما السلام ويحهم بل ويلهم إن استمروا على جحودهم فليفيقوا خطاب الله لنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله من اليوم الأول أنت رسولي إلى الثقلين فادعهم إلى عبادتي وأن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولي الله صلى الله عليه وآله فادعهم خديجة تزوجتي بمجنون فكانت تثب وتقول بل تزوجت نبيا مرسلا والقرآن كان يرد عليهم في سورة القلم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون رد عليه ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك أجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصروا ويبصرون هذا أيضا وعيد وعيد لهؤلاء اصبروا شوفوا القرآن شلون يتكلم بلهجة الواثق أن المستقبل لهذا فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون من هو المجنون حقا هنا من الذي فتن جنونا صبروا بالمستقبل تعرفون المجنون هذا الذي اتهمتموه بالجنون أم أنتم أنتم الذين تلاعبت بكم الشياطين سلام على خديجة الغراء سلام الله عليها وهي التي أقرأها الله عز وجل السلام في ليلة الإسراء وهي الوحيدة التي ذكرت من زوجات الأنبياء أو أزواجهم في تلك الليلة نبينا أسري به صلى الله عليه وآله وجرى وجرى الذي جرى مما فصلته الروايات الشريفة ما بينه وبين ربه بلغ مقاما لم يبلغه أحد لا نبي مرسل ولا ملك مقرب مقام أي مقام قاب قوسين أو أدنى ثم في عودته إلى الأرض التفت إلى أن جبرائيل عليه السلام لم يتركه وكأن لجبرائيل حاجة فسأله ما حاجتك فأبلغه بهذا هذا الذي كشفته لنا رواية شريفة رواها أعاظم الثقات عندنا رواها زرارة وحمران بن أعين ومحمد بن مسلم أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام وهم أعاظم الثقات عندنا هؤلاء الثلاثة رووا لنا هذه الرواية كما في تفسير العياشي الشريف عن إمامنا أبي جعفر الباقر عليه السلام يقول حدث أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن جبرائيل أتاني ليلة أسري بي وحين رجعت فقلت يا جبرائيل هل لك من حاجة فقال حاجتي أن تقرأ على خديجة من الله ومني السلام ومني السلام على من يسلم الله من القرآن يحدثنا أن الله تعالى يسلم على الأنبياء العظام من الذي يقرئه الله السلام إنه الذي يكون من صفوة الخلق خديجة من هؤلاء لم يترك جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله في طريق عودته لأنه كلف من الله بهذه الرسالة بهذه المهمة بهذه الحاجة يا خديجة الله يقرئك السلام وجبرائيل كذلك يقول حاجتي أن تقرأ على خديجة من الله ومني السلام تقول الرواية وحدثنا عند ذلك يعني هؤلاء الثلاثة زرارة حمران محمد بن مسلم يقول حدثنا الإمام الباقر عليه السلام عند ذلك لما وصل إلى هذا الموضع أنها أي خديجة عليه السلام قالت حين لقيها نبي الله صلى الله عليه وآله فقال لها فقال لها بالذي قال جبرائيل أبلغها اقراء الله وجبرائيل السلام قالت هذا الجواب إن الله هو السلام ومنه السلام وإليه السلام وعلى جبرائيل السلام وهذه تكررت مع ابنتها فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام نفس الصياغة هكذا يرد السلام إذا ما سلم الله على أحد لا يقال لله عليك السلام أو وعليكم السلام يقال إن الرب هو السلام منه السلام وإليه السلام أما جبرائيل إذ كان مخلوقا فوعليه السلام قالت وعلى جبرائيل السلام أين هي سيدتنا خديجة عليها السلام عليها سلام الله وملائكته في أعلى عليين في الجنة في حضيرة القدس يقول ربنا تبارك وتعالى فإن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم شراب الرحيق والذي فسر في بعض التفاسير بأنه خمر لكنه غير مسكر بل على العكس يزيد العقل أو يزداد العقل بشربه قوة وتركيزا وأن هذا الرحيق المختوم كما حدث القرآن مختوم محد قي سبع بس للإنسان الذي يشربه خاص به ختامه ماذا مسك رائحة المسك لا كرائحة الخمر الكريه ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس فليتنافس المتنافسون زين هذا الشراب أيضا من أين يأتي ومزاجه من تسنيم التسنيم مأخوذ من سنام الجمل شيء مرتفع هذا ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون هذه العين تكون في الجنة تنبع وتأتي من الأعالي وتصب في بيوت أهل الجنة بما هو أشبه بالشلال إنجاز التعبير كل واحد عنده بيته مثل شلال جائلة من تسنيم من هذا الرحيق المختوم هناك رواية تفسيرية لهذه الآيات الكريمة تجدونها في كتاب تأويل الآيات للاسترابادي شرف الدين الحسين للاسترابادي عن أبي حمزة وهو الثمالي عن أبي جعفر وهو الباقر عن أبيه علي بن الحسين وهو زين العابدين عليهم السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري رحمة الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى ومزاجه من تسنيم قال هو أشرف شراب في الجنة يشربه محمد وآل محمد الله صلى الله عليه وآل محمد وآهي محمد وعجل ورجعه وعال أعداءه وهم المقربون السابقون رسول الله وعلي بن أبي طالب والأئمة وفاطمة وخديجة صلوات الله عليهم وذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان أنت من الذرية الطاهرة على العين والرأس لكن هناك شرط تتبعوا رسول الله والأئمة وفاطمة وخديجة بإيمان يشربوك من تسنيم يعطونك من الرحيق المختوم أما إذا ضللت ابتعت أخذت بدين آخر والعياذ بالله أخذت بمذهب آخر والعياذ بالله تحرم من الرحيق المختوم تحرم من تسنيم تحرم من الجنة أصلا ممنوع لابد أن تتبعهم بإيمان حتى لا تجد تقول لنفسك أيضا أنت العامي تجد تقول لنفسك أنه هذا سيد وابن رسول الله وابن الزهراء عليه السلام إذا خلص نسكت عنه كلا أولا ننظر هل اتبعهم بإيمان نضعه على العين والرأس أما إن خالفهم فلا حب ولا كرامة بل هو أسوأ في الحقيقة له ضعفان من العذاب كما في الروايات أن حال من يكون عاصيا من الذرية النبوية حاله كحال أزواجي رسول الله صلى الله عليه وآله إن أحسن فله أجران وإن أساء فله من العذاب ضعفين من العذاب يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيت ومن يأت من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين هذا هو الشرط وذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان يتسنم عليهم هذا الشراب الذي مزاجه من تسنيم يتسنم عليهم من أعالي دورهم كل واحد في دارة أكو مثل شلال يجي يجي عليه هذا الشراب يشرب يخلي القدح ماله يخليه ويشرب أعيد التذكير بالرواية الناصة على تفضيل الله عز وجل لأربع من النساء هن سيدات نساء العالمين فإن بعض القاصرين توهم أن هذه رواية عامية تقتصر روايتها على عكرمة عن ابن عباس وإذ كان عكرمة خارجيا فلا اعتداد بهذه الرواية الحق أن هذه الرواية خاصية أيضا أي مروية عند الخاصة بأسنادهم عن أئمتهم الأطهار عليهم الصلاة والسلام ومن ذلك ما رواه الصدوق في خصاله عن أبي الحسن الأول من هو؟ الكاظم عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله اختار من النساء أربعا مريم وآسيا وخديجة وفاطمة عليهن السلام لا أفضل ولا أخير من هؤلاء النساء الأربع خديجة مختارة من الله جل وعلا ما يميزها عليها السلام كما بينا هو رقتها مضافا إلى إيمانها إلى صلابتها في الدين إلى جودها وكرمها وبذلها أموالها في سبيل دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله فإنما يميزها رقتها اللافتة للنظر في وقت نعلم أنه كان وقت الخشونة فبيئة قريش وبيئة العرب لم تكن بيئة الرقة كانت بيئة القسوة والخشونة والفضاضة والرعونة أتعلمون أن العرب كان كثير منهم يستنكف أن يقبل أهله أو يقبل أولاده من قساوة قلبه جاء قوم منهم إلى رسول الله كما تحدثنا الروايات وتحدثنا كتب السيرة فرأوا النبي صلى الله عليه وآله يكثر من تقبيل الحسن والحسين سبطيه عليهم الصلاة والسلام فتعجبوا وقال قائلهم إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت أحدا منهم قط وكان من رد النبي صلى الله عليه وآله ما مضمونه إن الله نزع من قلبك الرحمة العرب كانوا آنذاك أمة جفاء ليس عندهم تلك الرقة وهذا أثر شبه طبيعي من آثار المعيشة في الصحراء الصحراء كثيرا ما تقسي القلب من جهة وتلينه من جهات أخرى كان في شعرهم شيء من الرقة صحيح لكن في أفعالهم كثير من القسوة وهذا ما يفسر كثرة حروبهم كثرة غزواتهم كيف كانوا يدوسون على مشاعرهم إلى حد أنهم يدفنون بناتهم أحياء من ذا يتحملها هذه تتحملها أنت تقدر تدفن بنتك طفلة رضيعة مثلا أو طفلة لا تزال الآن جارية صغيرة تروح تدفنها وهي حية تقدر تسوي هذا الشيء هذه كانت عادة متفشية عند العرب يعني شوف القسوة التي كانت لديه أصلا هناك رواية حقيقة مرعبة جدا عن عمر بن الخطاب هو يقول يقول أخذت بيد ابنتي حتى أدفنها طفلة صغيرة بريئة لا تعرف ماذا يجري فبينما كنت أحفر كانت تلعب إلى جانب القبر الذي أحفره لها فلما وضعتها في داخل القبر ظنت أنني أمازحها وألاعبها فكانت تستمر بملاعبتي وأنا أهيل عليها التراب كان التراب يعلق بلحيتي لأن لحية عمر كانت طويلة جدا فكانت هكذا تفعل بيدها وهي تنفض التراب عن لحيتي وما أخذتني الرقة عليها فدفنتها يعني تخيلوا هكذا كان حالهم هذا واحد جاهلي مثل عمر بن الخطاب يقول أنا فعلت بابنتي هذه هذا أي قلب يتحمل أن يفعل بابنتي هذه إلى آخر اللحظات تشوف من رقة البنت هكذا تفعل بالأب حقيقة قضية مؤلمة يعني مبكية للقلب يعني يعني أتصور له أقسى إنسان الآن في زماننا يمكن ما يقدر يقدم على هذه الفعل الشنيعة هذا يدلك على أن قلوبهم كانت كالحجر أشد قسوة من الحجر ففي وسط هذه البيئة بيئة القسوة خشونة جلافة صلافة تتميز خديجة عليه السلام بكل هذه الرقة لم يؤثر عنها قط أنها سبت أحدا لم يؤثر لم يؤثر عنها قط أنها أغضبت رسول الله صلى الله عليه وآله أو عصته في أمر كان يشهد لها كان يقول ما رأيت منها إلا خيرا ما عصتني في أمر يؤتى إليها بالنبي صلى الله عليه وآله محمولا قد غشي عليه فتأخذه بمنتهى الحنان والرقة وتقبله فيفيق من أثر قبلتها هذه الرقة اللامتناهية كان شيئا يدلك على أن أخلاق خديجة عليه السلام قبل البعثة وما بعدها كانت أخلاقا إسلامية لا جاهلية كانت منعتقة من الأجواء والبيئة التي تحيط بها البيئة الاجتماعية الثقافية فكان لها خلقها الخاص في حين أن أخريات اقترن برسول الله صلى الله عليه وآله وقضينا معه من العمر سنين وسنين لكنهن وحتى بعدما ضرب الإسلام بجرانه استقر الإسلام وقضى على مظاهر الجاهلية لم يستطعن التخلص من أخلاق الجاهلية ولا الإنعتاق منها وأبرز مثال على ذلك الحميرة ما استطاعت حتى بعد الإسلام أن تتخلص من الأخلاق الجاهلية وما فيها من قسوة ورعونة وقلة أدب حتى في التعامل مع خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله ورعونة عائشة أيها الإخوة لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر أخلاق عائشة الجاهلية ثابتة في مصادر الفريقين في كتب السيرة في كتب الحديث مجمل سيرتها طافح بمدى قسوتها وسوء أدبها ورعونتها وأنها لم تنفك عن أخلاق الجاهلية سبابها ظاهر أهل الجاهلية كانوا يستعملون ألسنتهم وأيديهم ما يتفاهم أصلا شوي يختلفوا إياك يسبك يشتمك ينالوا من عرضك كذا 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 ويستعمل إيده فأورا يشهر السيف وخلص تصير مقتلة ما عنده تفاهم قاسي القلب جلف عائشة كانت هكذا هذا الذي يفسر لماذا ركبت رأسها وحاربت مولى الموحدين عليه السلام الأخلاق الجاهلية موجودة إلى الآن في نفسها ما عنده تفاهم جاءها مسلم العبد رحمة الله عليه هذا الشاب الطاهر المؤمن كلفه أمير المؤمنين عليه السلام بأن يحتج على عائشة ويعظها بالقرآن فجاءها يدعوها إلى كتاب الله عز وجل ووقف بين الصفين في الجمل وقال هذا كتاب الله وأمير المؤمنين يدعوكم إلى ما فيه وهو أعزل غير مسلح يرفع كتاب الله عز وجل شوف مدى القسوة شوف الرعونة في قلب عائشة بدلا من أن تستقبله وتقول تعال يا بني شاب عمر عشرين سنة أقل تعال يا بني أكلمك تأخذ المصحف من يده تقبله مثلا تأخذ تعطي تتفاوض بدلا من هذا كله قالت لجندها الملعون اشجروه بالرماح قبحه الله فرموه بالرماح وقتلوه والسف كدموه على كتاب الله الذي كان يحمله وجاءت أمه تهرع إليه أم أوف العبدية أم مسلم العبدية كلهم من قبيلة عبد القيس جاءت تهرع إليه باكية مفجوعة وقالت بيتين من الشعر لا هم إن مسلم لا هم يعني اللهم إن مسلما دعاهم إلى كتاب الله لا يخشاهم وأمهم قائمة تراهم تأمرهم بالبغي لا تنهاهم امرأ قلبها من حجر هكذا تفعل أصلاً المخالفون أنفسهم يرون في صحاحهم أن عائشة من رعونتها من قساوتها أنها ما هابت حتى جنياً ظهر لها فقتلته هكذا هم يرون الآن هذه قصص ألف ليلة وليلة أياً كان ما ندري بس هذا موجود في كتبهم في صحاحهم أن عائشة قتلت جنياً هي المرة ما تقدر على إنسي إذا كانت رقيقة هل المرة تقدر على جني يعني ما أدري بعد على أساس قتلت يعني جنياً فإمرأ إلى هذه الدرجة من القساوة رعونة رعونة عندها رعونة يعني هذه حادثة شهيرة لعلنا فيما بعد أيضاً نفصل الكلام فيها لأننا نهتم كثيراً بأن نوقف أبناء الأمة الإسلامية على محاولات كهنة البكرية عبر العصور إخفاء الآثار يعني هناك آثار تحرجهم فإما أن يطمسوها يبعدوها وإما أن يتلاعبوا بها لإخفاء الشخصيات أسماء الشخصيات هذه الحادثة إحداهن لكنها أفلتت بالنتيجة منهم حادثة أن عائشة غارت بزعمهم فجاءت مؤتزرة متحزمة يعني عرفت اشلون متحزمة وشادة ويعني شادة حزام هزين وجاية كسرت ماذا كسرت يعني يعني الجفنة أو الصحفة وفي يدها فهر بيدها حجر وكسرت وضربت الخادم اللي كان يحمل الطعام ضربته يعني امرأة متوحشة النبي صلى الله وعليه والد جالس أهدي إليه طعام يحمله خادم جاءت عائشة ضربت الخادم بالحجر كسرت الطعام نثرت الطعام كل مكان امرأة يعني كالثور الأهوج دخلت هالشكل يعني منتهى قلة الأداب الرعونة هذه حوادث كثيرة تدلك على أنها لعنها الله كانت امرأة رعناء رعناء سنخليها بعدين إن شاء الله حتى لا يدركنا الوقت من أخلاق من أخلاقها الجاهلية أنها كانت طويلة اللسان تسب تسب مثل خديجة عليها السلام الله الله أكبر يعني لأنها لأنها ذات أخلاق جاهلية رعناء لاحظ هذه الرواية التي يرويها الصدوق في الخصال عن عمر بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله منزله فإذا عائشة مقبلة على فاطمة تصايحها صيح على فاطمة عليه السلام تتشاجر معها امرأة بس هاي شغلتها كانت ببيت النبي شغلتها شنو نكد أحسنتم نكد هذه امرأة نكد يعني في بيت النبي هاي كان دورها بس 24 ساعة أذايا للنبي صلى الله عليه وآله لفاطمة الزارة عليه السلام وقحة سافلة إلسانها قذر جاء ذات مرة يعني النبي صلى الله عليه وآله جالس هي ملزق نفسه بالنبي زين دخل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له ها هنا يا أبا الحسن ها هنا إلى جانبي فامتثل أمير المؤمنين عليه السلام وجلس إلى جانبي رسول الله صلى الله عليه وآله شوية تأخرت عائشة إلى الوراء وقالت كلمة يعني امرأة متفحشة بلسانها قليلة أدب ما مترابية قالت يا علي ما وجدت لستك موضعا إلا فخذي إمرأة وقحة وقحة هذا رجل ما يقول هذا الكلام رجل رجل ما يقول خاصة في محضر النبوة خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله جالس يعني واحد يتأدب ما عندها ذرة تأدب أطلاقا النبي غضب صلى الله عليه وآله كما في الرواية وقال لها ما هي عائشة وذكر مضمون أنه لا تخرجين ولا يعني يا حمراء الساقين يا حميراء الساقين أجابها تستاهل سبيتي مولى الموحدين عليه السلام تستاهلين واحد يأدبش مثل هذا الكلام وأنباها بأنك في المستقبل ستنبحك كلاب الحوأب يا منبوحة الكلاب وأنت تخرجين لقتاله وأنت ظالمة فإمراء على هذه الصفات يعني فهي طريقة ليل نهار نكد تأذي النبي صلى الله عليه وآله تأذي سيدة نساء العالمين تأذي أمير المؤمنين هاي شاء الله تكامل ولماذا لأنها تريد أن تكون هي المحظلة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وإيه تعلم أن رسول الله يفضل عليها وعلى أبيها أمير المؤمنين وفاطمة الزهرة عليهم السلام لأنه ما فيك لا أنت ولا بابوك خير يعني ماذا تنتظرين يعني الميزان عند رسول الله صلى الله وعليه وآله ميزان التفضيل هو ميزان التقوى ميزان القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا هو الميزان أنت تريدين أنت وأبوك بلا تقوى أن يفضلك رسول الله لا يفعل ذلك ولذلك ذات مرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال لها لقد خبثتي أنت وأبوك أنت أخابث هذا موقف من تلك المواقف أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وآله منزله فإذا عائشة مقبلة على فاطمة تصايحها وهي تقول والله يا بنت خديجة ما ترين إلا أن لأمك فضلا علينا فضلا وأي فضل كان لها علينا ما هي إلا كبعضنا فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله مقالتها لفاطمة عليه السلام فلما رأت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وآله بكت فقال ما يبكيك يا بنت محمد قالت قالت ذكرت أمي فتنقصتها فبكيت فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله ثم ثم قال وهو وهو المطهر وهو المطهر وولدت مني القاسم وفاطمة ورقية وأمك الثوم وزينب وَأَنْ أَنْمَنْ أَنْمَنْ أَعْقَمَ سوالك أَنْ مَنْ أَلْنْ أَنْ نَعْمَنْ أَنْ أَنْكِيْهَ ً لا تحملي نصفة الودود خديجة الغراء عليها السلام كانت ودودا أنت بمنتهى الرعونة بمنتهى القسوة إخواني أنا أعلم الآن أن بعضا من المخالفين الذين يتابعوننا يشاهدوننا يستمعون إلينا يكذبون بهذه الرواية لا أقل يقولون هذه روايتكم رواها الصدوق عن أمتكم هذه مصادركم فلا حجة فيها نعظ هؤلاء ونقول استغفروا ربكم لا تردوا روايات عترة نبيكم صلى الله عليه وآله هذه روايات عترة نبيكم ما ذنبنا إذا كنتم أنتم قد أعرضتم عنهم ما ذنبنا إذا كان البخاري ومسلم وأحمد ومن أشبه أعرضوا عن أئمة العترة الطاهرة عليهم السلام فتحاشوا الرواية عنهم أو رووا عنهم النزر اليسير الذي لا تقوم به حجة ثم إنكم لو أخضعتم هذه الروايات للمقاييس العلمية في مضامينها أخضعتم مضامينها لم استبعتموها بل لازمكم استقرابها أو تقريبها يعني أن تقولوا هذا المضمون قريب ممكن صحيح لنا شنو مضمون هذه الرواية الآن ما مضمون هذه الرواية أن عائشة كانت يعني على سوء من الأدب بحيث يصدر منها سب خديجة عليها السلام وأنها بسبب هذه الفعلة تغضب رسول الله صلى الله عليه وآله يعني هذا هو الموجود هذا مضمون الرواية الآن الرواية تقدم لك شخصية عائشة بهذا الشكل هذه رواية الإمام الصادق عليه السلام هكذا يقول لنا أن عائشة بهذه الصفات كانت سيئة الخلق رعناء سليطة اللسان سبابة تصايح فاطمة عليه السلام تذكر أمها خديجة عليه السلام تتنقصها وأدى ذلك إلى إغضاب رسول الله كما ورد فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال ما هي حميراء إلى آخر الرواية الآن هذا المضمون صحيح أم ليس بصحيح لماذا هو صحيح حتى لو تخليت أنا عن شيعية الآن في مقام البحث العلمي وطفقت أبحث عن مدى صحة هذا المضمون هذه المضامين في هذه الرواية بناء على المقاييس البكرية لوجدت أن هذا المضمون صحيح لماذا؟ لأن هذا المضمون قد تكثر في روايات البكرية وأحاديثهم بأصح الأسناد هو هذا المضمون فكيف أستبعد هذه الرواية وبأي وجه أستبعدها يعني مثلا لاحظوا ما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم أما البخاري فرقم الحديث ثلاثة آلاف وثمانمائة وواحد وعشرين وأما مسلم فرقم الحديث ألفين وأربعمائة وسبعة وثلاثين يروي عن عائشة قالت انتبهوا استأذنت هالة بنت خويلد يعني أخت السيدة خديجة عليها خديجة بنت خويلد الأسدي استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وآله فعرف استئذان خديجة تدرون كثيرا ما تكون الأخوات أصواتهن متقاربة حناجرهن متقاربة فالأخذ تتكلم صوتها ما يختلف عن صوت أختها في غالب الأحيان فهذه دخلت هالة ذكرت النبي الأعظم بذلك الصوت الرقيق الذي كان يعشقه صوت خديجة عليها السلام وأيضا أسلوب استئذانها يعني خديجة كانت في كمال الأدب حتى حين تدخل على رسول الله وهو بعلها تستئذن مو تدخل هكذا كالثور الهائج مثل عائشة وتكسر اللي أكو اللي ما كود بها الطريقة لا كانت مؤدبة كانت خلوقة السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي بالدخول فسمع نفس هذا الاستئذان نفس الرنة نفس النغمة إنجاز التعبير سمعها من أختها هالة فتقول عائشة فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك وفي لفظ مسلم فارتاح لذلك من الارتياح وأما الارتياح فلابد أن يكون بهذا المعنى أيضا بنحو ما لا أنه يعني خلي نسميه من الروعة بالمعنى الذي نحن نعرفه رائع يعني مو أنه من الطراب يعني لا لا لأنه عرف ما متفاجئ فعرف استئذان حتى اذكرني بخديجة تقول عائشة فغرت اشتعلت بعد خلص اشتعلت عائشة وبعد الله يكفينا الشر يعني فقلت فقلت شوف سب تسب السيدة خديجة عليه السلام بالبخاري ومسلم ماذا تقول تقول فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها زين ما معنى هذه العبارة الآن لأنه قد أيضا بعض المخالفين يستمرون بالمكابرة يقول له هذا تفسيركم لا ما كسب خلص إذا ما كسب خليه اتصل أنا أي واحد بكري أقول له أهلا وسهلا بك يبنى عجوز من العجائز حمراء الشدقين هلكت في الدهر خليه يشوف يتحملها الكلمة لو ما يتحملها إذا ما بيهسب إذا هذه موافقة للخلق الإسلامي الرفيع يقبل أنا أقول عن أم حمراء الشدقين يقبل واحد من أمرين إما أن تقول عائشة كانت خلوقة فإذا نعاملك بأخلاق عائشة عليك لا تضطرب ولا تنزعج ولا تغضب ولا يضيق النصدرك فهي كل ما تجينا أهلين ابن حمراء الشدقين نقول لك متأذي تتأذي من هذا الحجي إذا لابد أن تقر ليش تتأذي نسألك ليش تتأذي راح تقول هذه إهانة هاي قلة أدب إذا لابد أن تعترف صاغراً أن أمك عائشة كانت قليلة أدب لا تقدر ترد هذا الحجي بالبخاري ومسلم إلا أن تكفر بالبخاري ومسلم الذبن بالزبالة صحيح صحيح أما تستمرون الضحكون على الناس تضحكون على الذقون توهمون الناس بنات هذه الأمة المسكينات تجعلون عائشة لهن قدوة وتصفونها بأنها امرأة فاضلة سيدة خلوقة مهذبة تقية بر حصان رزان ما أدري كذا ليش الضحكون على العالم لماذا تكذبون على عباد الله كيف تستحلون أن تقدم امرأة سباب فاحشة اللسان قليلة أدب كانت تسيء للسيدة خديجة من سيدات نساء أهل الجنة بمثل هذه الإساءة كيف تقولون هذه ليست إساءة هذا تحاملكم أنتم الرافض عليها مو مشكلة تقولون هذه مو إساءة صحيح اقبلوا أن نعاملكم بنفس الأسلوب ليست إساءة ولا واحد منكم يقبلها ولا واحد يقبلها على أمة دعوا كلامنا وتفسيرنا الآن دعونا ماذا قال علماءكم في تفسير هذه الجملة لما شرحوا رواية البخاري رواية مسلم ماذا قالوا تعال اسمع من الذي شرح صحيحة مسلم النووي معروف يقول في شرحه لما وصل إلى هذا الحديث حمراء الشدقين معناه عجوز كبيرة جدا حتى قد سقطت أسنانها من الكبر ولم يبقى لشدقيها بياض شيء بياض شيء من الأسنان إنما بقي فيهما حمرته لثاتها يعني عجوز هالشكر شنو بلى أسنان وسقطت أسنانها مكسر أسنانها كذا وصارت شنو بس الذي بقي شنو اللثة يعني ايه تقبحها بذلك هذه سبة وشتيمة أم ماذا إذا أنا أجي أقول لك أنت يا أبن أمك اللي مكسر أسنانها وإيجي تتكلم بالحمراء الشدقين بس تظهر حمرة اللثة مالتها شي تقول هناك كتاب لشخص معاصر منهم اسمه محمد الأمين الهراري له كتاب أيضا في شرح مسلم بعنوان الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم يقول لما وصل إلى هذه الرواية يقول وعائشة إنما ذكرت هذا الكلام تقبيحا لمحاسن خديجة وتزهيدا فيها وهو السباب شنو حقيقة السباب ما هو هو التقبيح أسبك أي أقبحك هذا كلام واضح أنها سبت خديجة قبحتها وهم قد صدموا بهذا السب وما دروا كيف يتعاملون معه حملوه على الغيرة قالوا كذا ولكن من أطرف ما هاهنا من أطرف ما هاهنا ما قاله النووي في كتاب آخر وهو كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم هذا عفوا للقاضي عياض هناك في هذا الكتاب قدم لنا تفسيرا عجيبا لما صدر من عائشة حتى يخفف من وطأته من وطأة هذا السب القبيح فقال وذلك عندي من عائشة أيضا مع صغر سنها وأول حالها وسورة تشبيهها ولعلها كانت حينئذ لم تبلغ والله أعلم يعني هذه كانت طفلة مسكينة ذاك الوقت طفلة بعدها ما بلغت لما سبت خديجة عليه الساب فيعني لا يؤخذ الأطفال بما يرتكبون طفلة وهالشكل يحسنتم طفلة وهكذا تتكلم بمنتها قلة الأدب هذه إذا طفلة إذا هاي بي طفولتها هكذا لما تكبر شتطلع بعد وثم من أين جاء أنه هذا كان في صغر سنها وكانت طفلة آنذاك شنو يعني من أين جئت لنا بهذا التفسير العجيب يعني ما دليلك على ذلك زي لما راحت بعدين وكسرت الأطباق وما دري فعلت تلك الأفاعيل وهانت حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت له أنت الذي تزعم وأنك رسول الله ولما سبت صفية ولما سبت أم سلمة وقالت أنظري كأن لها ذيلا ذيل الكلب أجلكم الله وكل هذه الأفعال هذه أم كانت صغيرة يعني هذه عمرها ما بلغت أبدا يعني يعني بطلوا هالبعد هال تبريرات السخيفة التافية هاي اللي يضحكون بها على ذقون الناس عليكم أن تعترفوا بأنها امرأة كانت قليلة أدب كانت رعناء مسألة واضحة على أخلاق الجاهلية لا تستأهل أن تجعل قدوة للنساء المؤمنات لهذا السبب الله مطيح حظكم لأنكم جعلتم عائشة قدوة لكم لنسائكم فنسائكم ما حالهن الآن عائشيات 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 السلوك فممن اتخذت أخدان أخدان اتخذت لها كما اتخذت عائشة أخدان رجال طبون يطلعون ممن تفحشت في لسانها ممن تفحشت في تصرفاتها قلة أدب سوء أخلاق جاهلية فسق فجور لأنكم اتخذتم هذه المرأة قدوة أما كان يكفيكم أن تتخذوا خديجة قدوة أما كان يكفيكم أن تتخذوا فاطمة قدوة عليهما وآلهما السلام أخواني أعيد لكم الحديث عندي معه وقفة هذه الوقفة توقفك على التلاعبات المعهودة في مصادر البكرية ومحاولتهم تغطيتهم بعض الجوانب المحرجة من الحقائق الحديث في البخاري ومسلم ماذا يقول عن عائشة قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وآله فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال اللهم هالة قالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منه هذا الحديث له تتمة محذوفة هذا الحديث أين تجدها تجدها في مصادر أخر منها مسند إسحاق بن راهوي برقم 1163 وصحيح بن حبان برقم 7008 وقد نص الألباني على صحة هذا الحديث عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكثر ذكر خديجة فقلت يا رسول الله ما تكثر ذكر عجوز حمراء الشدقين وقد أعقبك الله منها هنا تتم المهمة جدا تتم مهمة تقول فتمعر تمعر لم أره يصيبه إلا عند نزول الوحي أو عند مخيلة حتى يعلم أرحمة هي أم عذاب ما معنى هذه العبارة الشرح موجود في هامش بن حبان صحيح بن حبان يقول وقولها فتمعر وجهه يقال غضب فلان فتمعر وجهه هذه آية الغضب الغضب الشديد إذا تغير وعلته صفرة يعني جراء كلمة عائشة الملعون إصفر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله من بذاءة هذه الكلمة من وقاحة هذه الكلمة لون وجه النبي تغير والحديث صحيح أفلا تستحون على أنفسكم يا من إلى الآن تمجدون بعائشة وتثنون عليها ويحكم امرأة غيرت لون وجه نبيكم من قلة أدبها وسلاطة لسانها اصفر وجه نبيكم بسببها غضب فلان فتمعر وجهه إذا تغير وعلته صفرة وأصله قلة النظارة وعدم إشراق اللون من قولهم مكان أمعر وهو الجدب الذي لا خصب فيه والمخيلة لما ذكرت المخيلة بفتح الميم السحابة يعني لما قالت فتمعر وجه رسول الله تمعرا لم أره ما رأيت مثل هذا الغضب والإصفرار في وجهه إلا عند هاتين الحالتين في حالتين فقط عند نزول الوحي هذه حالة من جلال الله عز وجل إذ يخاطبه يصفر وجهه الشريف أو عند مخيلة لما يرى سحابة أو سحابة مقبلة حتى يعلم أرحمة هي أم عذاب يعني هذا المطر القادم هو من رحمة الله أم من عذاب الله رأى تصير عاصفة راعد وكذا وإلى آخر يقول بس في هذه الحالة كنت أرى النبي صلى الله عليه وآله هكذا الحالة الثالثة أحدثتها عائشة أين هذه التتم المهمة في البخاري ومسلم مفقودة غير موجودة لماذا لأنها محرجة جدا إذا بان للمسلمين أن هذه المرأة السوقية سبت خديجة عليها السلام وأدى ذلك إلى غضب رسول الله حتى تمعر واصفر وجهه الشريف فإن هذا الأمر يجعل المسلم يراجع نفسه ويقول كيف أتولى مثل هذه المرأة ما هو جزاء الذين يغضبون رسول الله في القرآن الحكيم يقول في سورة التوبة والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ويقول في سورة الأحزاب إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب مهينا خديجة مكرمة من الله عائشة مهانة من الله إذ أهانت خديجة وآذت رسول الله بذلك آذت الله بذلك الله اختار خديجة مع أربع نساء جعلهن خير النساء سيدات الجنة فأن تأتي امرأة خبيثة كهذه تسيء إلى إحداهن هذا يؤذي الله أم لا يؤذي يؤذي الله يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله لعنه الله في الدنيا والآخرة نص القرآن إِنَّ الَّذِينَ يُؤذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينَ الآن عائشة في عذابٍ مُهِينٍ مُهَانٍ من الله تعالى في عذابٍ أليم وَالَّذِينَ يُؤذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَمَعَ رَوَجْهُ النَّبِي مِنَ الْأَذَى اصفر وجهه من الأذى هذا حكم عائشة حكم الله في كتابه على عائشة بمقتضى الأحاديث الصحيحة عندكم يا أبناء عائشة فعلى ما تستدفعون أو تدفعون أو تستبعدون روايات العترة الطاهرة وأحاديثهم عليهم السلام المضامين هي المضامين كما هي موجودةٌ عندنا موجودةٌ عندكم والنتائج هي النتائج عند كل منصف يبحث بتجردٍ عن الهوى يصل إلى هذه النتيجة أن عائشة ملعونةٌ في كتاب الله وإذا أردت لفظاً صريحاً في الإغضاب في أنها أغضبت رسول الله صلى الله عليه وآله حين سبّت عائشة حين سبّت عائشة خديجة فنرجع من جديد إلى صحيح مسلم ورقم الرواية هناك ألفين وأربعمائة وخمسة وثلاثين عن عائشة قالت ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وآله إلا على خديجة وإني لم أدركها قالت وكان رسول الله إذا ذب حشات فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة يذكرها دائماً ويتصدق عنها قالت لاحظوا هنا فأغضبته يوماً تعترف تقول أنا أغضبت رسول الله فقلت ما الذي قلت إذ أغضبت النبي صلى الله عليه وآله الرواية هنا لا تفصح الموجود فقط فقلت خديجة بس فقلت خديجة الآن سيتضح إن شاء الله التتم المحذوفة تتضح هسنجي عليه فأغضبته يوماً فقلت خديجة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله كلمة بمنتهى الشاعرية قال إني قد رزقت حبها الله رزقني حب خديجة عليه الصلاة والسلام هذا رزق الله لي النبي يتشرف بحب خديجة عليه الصلاة يقول هذا رزق الله لي أنا شوفوا لاحظوا إخواني شيء عجيب صراحة في مصادر البكرية لعب كله لعب كله لعب يلعب لك بالرواية قص قص منها يغير بيها يضيف ألفاظ يشيل ألفاظ كلش كلش إذا احتار يخلي لك كذا وكذا ويفضع ليش لأنه يرتبك يعلم أن هذه الرواية إبقاؤها على حالها يهدم مذهبه فكل منهم يأتي حين يروي يجتهد يعني يقول خلي شوية لا هاي شوية أحسنها من هالجهة ألمعها من هالجهة أضبطها من هالجهة حتى ليهن هدم هذا المذهب فالآن أنت تلاحظ في صحيح مسلم المحذوف ما هو قول عائشة كلام عائشة ماذا قالت وأغضبت به النبي صلى الله عليه وآله ما موجود ولكن الموجود ما هو اللفظ الصريح في الإغضاب أنها تعترف تقول فأغضبته يوما فقلت خديجة صحيح العكس تماما في صحيح البخاري عكس اللي شال البخاري لفظ الإغضاب فأغضبته يوما والذي أثبته ماذا قالت في خديجة عليه السلام فأدى ذلك إلى إغضاب النبي أنت شايف لك لعب أكثر من هذا مع أن كلتا الروايتين عن حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة يعني منتهى السند هو السند ارجع إلى صحيح البخاري رقم الحديث ثلاثة آلاف ثمانمائة أو ثمانية عشر تقول عائشة ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وآله ما غرت على عائشة وما رأيتها ولكن كان النبي يكثر ذكرها وربما ذبح الشات ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له شوف هنا حذف فأغضبته يوما ماذا قالت كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة أنت ما عندك غير خديجة بس تكثر ذكر خديجة ماكو امرأة بالدنيا غير خديجة هذا هو القول الذي أغضبه صلى الله عليه وآله الرواية عند البخاري تقول فيقول إنها كانت وكانت هاي إنها كانت وكانت يعني يعدد مناقبها ما مذكورة بالرواية كتمتها عائشة مو مشكلة نحن نبرأ الآن خلي نقول البخاري ما إلى ذنب في ذلك لكن البخاري شيخ البخاري هذا الذي تلاعب بالرواية وشيخ مسلم الذي تلاعب بالرواية يعني ليش في مسلم موجود لفظه الإغضاب ما موجود لفظه ما قالته في خديجة في البخاري العكس الموجود لفظه ما قالته في خديجة لكن حذف الإغضاب ليش هذا اللعب فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد هاي شوف مضمون الرواية الموجودة عندنا بالخصال وإن خديجة ولدت لي الطاهر وهو عبد الله وهو المطهر والقاسم وفاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية وأنت ممن أعقم الله رحمه فلم تلدي شيئا نفس المضمون موجود عندهم لكن مع التغييرات والتحريفات والتعديلات التي مهما اجتمعوا واجتهدوا على إخفائها تفلت منهم هذا يقص هذا من الرواية هذا الجزء غيره يثبته غيره يقص ذلك الجزء هذا يثبته أنت بس عليك تجمع الروايات وتضمها بعضها إلى بعض وخلاك ذم والله لو يسويها أي واحد بكر اليوم يتشيئ ومرة أخرى ننصح ارجع إلى سلسلتنا التي شيعت العشرات بحمد الله التي هي بعنوان أهل السنة أم أهل الخدعة عرضنا نماذج بلاو امتلتلة مثل ما يقولون إخوانا المصريين عن الروايات والأحاديث التي تلاعبوا بها كل اللي سوناه وهذا المنهج ضم الروايات اجمعها من كل المصادر خليها كلها مع بعض تكتشف الخدعة أهل السنة أم أهل الخدعة ما كانوا يحفظون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يخدعونك فيتلاعبون بهذه السنة خداعهم دليل على خوائهم على ضعفهم على أنهم يعلمون أنهم على باطل وإلا ما حاجة امرئ لأن يتلاعب بأحاديث السنة إذا كان واثقا من مذهبه ما حاجة إلى أن يحذف منها ويضيف إليها ويغير فيها ويحرف فيها إن كان واثقا من دينه ومذهبه لماذا حرفت اليهود كتابها لماذا حرفت النصارى كتابها أليس ذلك لأنهم يعلمون أنهم على ضلال فلا يريدون إثبات ما يدل على حق نية الإسلام نبوة رسول الله صلى الله وعليه لا يريدون في كتبهم حججا يستفيد منها الخصم البكرية على أثر اليهودية والنصرانية نفس الأسلوب تلاعب بالكتب إن هذا ما يدفع الناس إلى التشييع يدفعهم إلى موالاة العترة الطاهرة عليهم السلام والبراءة من أعدائهم عليهم اللعنة هذه الفضائح والغريب أن البهائم حشاكم يدافعون عن أمهم بعد كل هذا بعد ظهور رعونتها وقلة أدبها وأخلاقها الجاهلية لا أدري ماذا يعني ما الذي دهى هؤلاء ماذا دهاهم كيف تكون المثالب مناقب أنا لا أدري حقيقة بهايم يعني روي عن أمتنا عليهم السلام الناس كلهم بهايم إلا قليلا من المؤمنين هو بس المؤمنين مو بهايم البقية كلهم بهايم ترى ومن الواضح عندنا أن البكرية بهايم صراحة ليس علوم مننا يعني وإلا شنو تفسر هذا مع وجود هذه الروايات يجعل عائشة قدوة للمؤمنات عجيب امرأة بهذه الأخلاق صفر وجه النبي منها تجعلها قدوة أسوة كيف يحول المثالب إلى مناقب يعني الآن هذه الرواية التي عرضتها عليكم التي أغضبت فيها رسول الله صلى الله عليه وآله سبت فيها خديجة قالت كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة وإلى ما هنالك هذه كلها هذه تعتبر الآن عند أي إنسان عاقل يا عالم هذه مثالب أم مناقب هذه مثالب هذه يعني اللي يغضب النبي تكون هذه من قبله أم الذي يسر النبي عجيب أنتو عندكم تفكير صراحة مقلوب بالمقلوب تمشون والله أنا مستغرب ما أدري ذول شون منكوسين عقولهم شون مركبة أدمغتهم شون بالمقلوب تمشي ما أدري شون يفسرون الأمور ما أعرف إخواني قبل عشر سنوات أعلن الحرب على عائشة صحيح باحتفالنا الأول في ذكرى هلاكها اللي ستحل علينا إن شاء الله بعد أيام إن شاء الله تعالى إن أحيان الله تعالى وابقانا في السابع عشر مشاري رمضان ضجت الدنيا العالم البكري كله ضج وصارت مشاكل كثيرة وزوبة عفيف فنجان نعرفهم إحنا هذه زين قاموا بمبادرات للرد علينا إحداها مسابقة عالمية كبرى لنظم الشعر في الحميراء عائشة تعالوا انظموا أشعار وننطيكم جوائز زين من تبنى هذه المسابقة ودفع لها محمد العريفي والكوبة والكوبة زين راح تعالوا يا جماعة دافعوا عن أمكم تعالوا ردوا على هذا اللي سوى احتفال فيه لكرة هلاك ردوا على الرافضة الأنجاس المدأرجاس المأدري كذا تعالوا نظموا الأشعار فاز بالجائزة الأولى منه واحد هتلي اسم يحيى الصامولي ألف كتابا نظم فيه بزعمه ألف بيت في عائشة يعني ألفية سواها ألفية وسماه الكتاب مطبوع الآن موجود ألفية أم المؤمنين عائشة أو الروضة الأنيقة في نصرة العفيفة الصديقة أنا بيّن عفيفة صديقة هاي هذا الكتاب طالعته اليوم يعني هالشكل أنا من باب الشيء بالشيء يذكر قبل لا أجي شوية أم تأخرت يمكن فيعني قلت خلي أشوف هذا من فترة موجود بس ما مطالع على الحقيقة جاي طالع أشوف ما أدري أضحك وما أبكي المقدمة ماذا يقول فيها يقول أما بعد فهذا متن ألفية أم المؤمنين عائشة يريد يسوي لها ألفية حتى يحفظوها يعني شلون ألفية بن مالك عرفت شلون هالشكل يعني يريد يسوي لها ألفية يعني تعالوا حفظوا حتى تحفظوهم ناقب عائشة يعني المفروض ردا على الرافض وكذا شفش يقول يقول فهذا متن ألفية أم المؤمنين عائشة أو الروضة الأنيقة في نصرة العفيفة الصديقة أو العروة الوثيقة في نصرة العفيفة الصديقة أو قامع الرافض في نصرة العفيفة المؤيدة أو أي حاجة في البتنغان يعني مشيها رضي الله عنها وأرضاها أي هذه الأسامي شئت أن تسميه فسميه يعني سمي ديواني هذا سمي ألفية هذه بما شئت زين إلى أن يقول يقول وكان الباعث إلى تأليف هذا الكتاب هو المشاركة في نصرة أم المؤمنين والتقدم به في المسابقة العالمية لأبناء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لعنها الله والتي أطلقها أستاذنا الشيخ الدكتور محمد العريفي جزاه الله خير الجزاء هذا القامع للرافض الآن سوّوها المسابقة العالمية لأبناء عائشة تعالوا كتبوا أشعار بأمكم ردوا بها على الرافض هذا الحش قبل عشر سنوات تماما قبل عشر سنوات يعني الفين وعش كان هذا الحش إحنا الآن الفين وعشرين تفتح هذا الكتاب أولا تلاحظ الشعر الركيك السخيف الهابط وبعدين تتعجب أنه كيف يعد هؤلاء القوم المثالب مناقب هذه شلون تصير ما أدري ما ندري آي الملة البكرية غريبة والله غريبة اللي النبي يدعو عليك معاوية ويقول لا أشبع الله بطنه هم يخلوها منقبة لمعاوية عرفتوا سيدنا قتل سيدنا كلهم في الجنة هذه هم غريبة ما أتت بها ملة على الأرض عرفتوا هذه ملة غريبة بشر بشر مبشر ولا بهايم حتى ما أدري شنون يفكرون شوف شي يقول يا عيني على الشعر يعني يا عيني على الشعر وأعجب الأشياء ذكرا أنها تغار ممن كان مات قبلها وهي خديجة العظيمة التي حازت مكانا سامقا في الرفعة يقول خير الخلق عن خديجة كانت وكانت فهي خير زيجة وكان يبعث الهدايا بعدها والأعطيات في صواحب لها وعندها تضحى عويش واجمة عويش تضحى شنو واجمة منقبضة ليش يذكر خديجة يعني يفسر يترجم هذه الروايات التي مرت معنا وهي في مناقب وصخام عائشة يحول ها إلى مناقب المثالب هذه مثالب كانت عائشة يحول ها إلى مناقب يقول وعندها تضحى عويش واجمة غيرا 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 يعني غيرا غيرا وكانت بالوداد عالمة قالت أليس في الوجود غيرها فقال كلا لم يكن وما بها ثم عويش الآن فاق حبها تغار ممن قد يعيش بعدها حتى من اللي يجي بعدين هم شنو اتغار منهم هاي حديث انه اما اذا مت شنو رح يصير عرفت فأكيد رح بعدين تتزوج لأراك معرسا في نفس الليلة عرفت هاك اي الحديث اللي يقول ما عليك ان تموت تكفيني شرج واستغفر لك واصلي عليك قالت ورأساه اما انه لو حصل ذلك او حدث ذلك لعرست بإحدى نسائك في نفس الليلة يوم هلاك انا بالنسبة اليك عرس عيد عرس يقول ثم عويش الان فاق حبها تغار ممن قد يعيش بعدها تقول وارأساه قال المصطفى ممازح ولم يكن به جفا لو كان ذاك الان فغسلتك ثمة أستغفر وأدعو لك وأدعو خلالها ألف زائد الخبل ما يعرف يكتب حتى عدل الانسان بالفعل يستغرب حقيقة يعني يقول انتو شنو يعني هذه مثال بعائشة صيغتها في الفيتك المزعومة جعلتها من قبيل المناقب يا خبل انت لما تخلي هكذا أبيات ركيك أيضا إذا واحد يروح يشوف يروح يتبع ما معانيها في الأحاديث يكتشف العجب العجاب ويكره هذه المرأة يكره لأنه يثبت عنده وأنه أغضبت رسول الله وكانت تسب السيدة خديجة خديجة عليها السلام وآذت رسول الله بذلك ومن يؤذي رسول الله ملعون أين عقلك سبحان من جعل أعداءنا من الحمقى بهذه الطريقة تردون علينا يا أغبياء هذا يذكرني بكتاب الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدعي والزندقة كتاب ألف للرد علينا ممن من ابن حجر الهيتمي المكي هذا الكتاب ألفه للرد علينا صحيح ولطالما نفعنا نستخرج منه ما يؤكد مذهبنا وليس العكس حتى منهاج السنة لابن تيمية نفس الشيء ألفه في الرد علينا ونفعنا كثيرا سبحان الله أكون مثل بالكويت يقول وين ما يطيقها عوية يألف أي شيء حتى يرد علينا وإذا به ينقلب إلى يعني ينقلب السحر على الساحر ويصبح في خدمة الرافضة شكرا جزيلا على هذه الألفية الرائعة نشكرك جدا والله لا يحرمكم من الهبل والغضاء اللي أنت به إن شاء الله أبناء عائشة اسم على مسمى صراحة يعني وانت أيها الأغبياء يعني بهذه الأشعار بهذه الأنثار الركيكة تدافعون عن أمكم عائشة باللافتات بالملاعب أيامها سوى لافتات بالملاعب يلعبون طوبة كرة قدم ورافعين أمنا عائشة أمنا عائشة كأنه جاي نشجع يعني أمنا عائشة يعني نلعب بهذه الطريقة تردون علينا يعني الأشعار الأشعار هذه الركيكة السخيفة التي تتضمن مثالب عائشة في الحقيقة أكثر من مناقبها هذه لن تحفظ وجه أمكم عائشة لن تجمل صورتها لن ترقع فتقها لن تغطي سوأتها الشعر إذا لم يكن معناه حقيقيا فلا يكون إلا ذا مردود عكسي على صاحبه لا يكون إلا إفكا أو لهوة حديث تعالوا تعلموا أصول الشعر منا نحن الرافضة الرافضة هم سادة الشعر والشعراء هذا معروف تاريخيا أن أجود الشعر شعر الرافضة حتى يقال عن الشعر الحسن يقال عنه كوفي شيعي يعني هكذا والشعر الرقيق الذي فيه بداعة في التصوير ورقة يقال لصاحبه إنه كان يترفض في شعره يترفض في شعر هل شكري يقولون وشاعة كلمة كذلك حديثة على ألسن الأدباء يقولون وهل ترى من أديب غير شيعي هكذا يعني تعالوا مو مثل هالأبيات الركيكة تريد تعرف النظم الممتاز بعائشة شلون الراقي الأدبي شنو تروح لواحد مثل السيد الحميري رضوان الله تعالى تروح تفتح مثلا على كتاب الحيوان للجاحظ الصفحة 129 فتجده يقول وشبه السيد بن محمد الحميري عائشة هو يقول رضي الله تعالى عنها هو كذا يقول يعني لعنها الله شبهها في نصبها الحرب يوم الجمل لقتال بنيها بالهرة حين تأكل أولادها فقال شنو قال تعلموا الشعر تعلموا يا ابن عائشة جاءت مع الأشقين في هودج تزجي إلى البصرة أجنادها كأنها في فعلها هرة تريد أن تأكل أولادها تعلموا جاءت نفسونا بالشعر طلعوا لنا ألفية عائشة هاي الركيكة هذه ألف بيت أحسنتم ما تعادل هذين البيتين شوف الروعة والجودة والرقي والأدب الرفيع والتصوير الفني الراقي من فحول الشعراء وما كان فحول الشعراء إلا رافضة عبر التاريخ نعم سلام الله على خديجة الغراء وضاعف الله عذاب عائشة